اهلا بحضراتكم من جديد شفنا الاهل الدور والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه والخدمة المجتمعية اللي الاهل حريصة على القيام بيها والامكانات اللي بيقدمها لأعضاءه واللي بيسهل لهم فرص الانضمام إلى عضوية النادي ده كان كلام مهم في ضربة البداية لكن يبقى كلام كثير فيه الغربال قوة الحق وحق القوة أزمة منديال الانضية وتعارضها مع كاس الأمم الأفريقية أزمة كبيرة لما تتعلق بمنتخب كبير زي منتخب مصر واحد من المرشحين بقوة للفوز بكاس الأمم الأفريقية والنادي الأهلي أحد الروافد المهمة والأساسية والمؤثرة في تكوين المنتخب الوطني بال والاعتماد على بعض اللاعبين المميزين أعضاء المنتخبات الأخرى فالقضية كانت أكبر من كونها محلية خدت كلام كثير على السطح وشوفنا اهتمامات إعلامية كثيرة بها لما المهندس أحمد مجاهد طلع بالتصرحات مهمة على أن هناك جهود بتبذل في هذا الاتجاهة باش مهندس بدر النادي الأهلي في بيان اليوم زي ما كمان الدكتور سعد شلبي قال إلى توجيه الشكر وخلينا أقول لك بعض من مقتطفات هذا البيان أرسلت إدارة النادي اليوم خطابة للتحاد الكرة تؤكد فيه على تقديرها للجهد الكبير الذي بزله المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد لحل مشكلة تعرض مواعيد بطولتها الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير وكأس العالم للأندية بالإمارات من 3 إلى 12 فبراير وتأكيده أن المنتخب الوطني سوف يشارك في بطولة الأمم بكامل لعبية وكذلك فريق الأهلي سوف يخوض فعاليات كأس العالم للأندية بكافة لعبية وذلك فضوء التصريحات التي جاءت على لسان رئيس التحاد الكرة لأحدى القنوات التلفزيونية بالأمس أشر الأهلي في خطابه لأن إدارة النادي وهي التاثق تماما في تصريحات المهندس أحمد مجاهد قامت بإبلاغ الجهاز الفني لفريق الكرة للقيام بالترتيبات لتحضيراته الفنية والبدنية للمشاركة في كأس العالم للأندية أخذا في اعتباره أن الفريق سوف يخوض هذه البطولة ومعه كل لعبيه بمن فيهم الدوليون وهو الأمر الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في كأس العالم الأهلي أكد أيضا على أنه يقدر تماما الدعم والمساندة الذين قام بهم التحاض الكرة خاصة أن فريق الأهلي يخوض منديال الأندية ممثلا للكرة المصرية بل للكرة الأفريقية بأكملها تبعت تصريحات أنا سيد أحمد مجاهد وشعرت بأنها تصريحات جازمة ولكن لم ترتقي إلى حد التصريحات الرسمية فإحنا طبعا هو ظهوره وأنه قال الكلام ده هو هدى حاجات كتير وكان يعني كنت أتمنى أن يكون هذا مبكرا شوية شوية وأيضا بتوجيه رسالة طمأنينة لمسؤول النادي الأهلي مش ضروري في الإعلام ولا على المستوى الشخصي أو إبلاغ مدير النادي أو إبلاغ رئيس النادي ما تقلقوش إحنا بإذن الله بندور على حلول لأن هي دي المشكلة إحنا لما نقشنا هذا الأمر أستاذ إبراهيم نقشناه من منظور لماذا يترك الأهلي وكأنه مسؤوليته وحيدة وكان الموضوع مش مهم لأن فيه جهة مسؤولة عنك سواء في اتحاد المصري أو في الاتحاد الإفريقي وده اللي قلناه كنا عايزين نشعر أن فيه دور وفيه ناس شايلة هم هذا الأمر وخصوصا لما تعرف أن والاتحادات كتيرة جدا بتلعب احتاجت لأن لعبتها هتبقى مشغولة في أوقات حاسمة في أفريقيا سواء في أمريكا اللاتينية في أوروبا في الشمال الإفريقي يعني مش مسألة كسل على الأندية بس والناس فالمسألة كل اللي أنت طالبه دايما نأخذ بالأسباب النتائج من عند الله سبحانه وتعالى فهو حسنا فعل سيد أحمد بجاهد مبارح أن هذه رسالة طمأنينة مؤقتة إلى أن يتظر الأمر الرسمي وابتهدي حاجات كتير جدا لأن حتى الإعلام كان واخذ الموضوع وكان أخناقه بين الأهلي وبين المنتخب وبعض الناس وجهوا في هذا الأمر عن عمل يعني يعني وإحنا هنا كنا دمان لنقول ما شأنانا بالمنتخب المنتخب عايز يروح في أحسن تمثيل وإحنا عايزين يروح في أحسن تمثيل والمسؤون علينا إحنا الاثنين طبعا جهة قوية تستطيع أن تتبني هذه القضايا توصل لحلول لم نكن في مواجهة إطلاقا كما أراد البعض ترجمة نانسي قنقر